ما المداخل الأساسية لتدريس اللغة العربية؟ يمكن لنا أن نميز عند التعرض لمداخل تدريس اللغة العربية بين مدخلين أساسيين أولهما مدخل الفروع وهو المدخل الذي يتم في تقسيم اللغة إلى مجموعة من الفروع يكون لكل فرع منهجه وكتابه وحصصه المستقلة فالقراءة فرع والتعبير فرع والقواعد فرع والإملاء فرع والأدب فرع وهكذا هذه الطريقة كانت الطريقة الشائعة التي سار عليها تعليم اللغة العربية في المدرسة السعودية لفترة طويلة من الزمن ولا شك أن لهذه الطريقة بعض الفوائد فمعلم اللغة العربية يتعمق في الجوانب اللغوية كما أنها تسمح للمعلم أن يستوعب المسائل اللغوية التي يجب عليه أن يدرسها لطلاب ورغم أن لهذه الطريقة فوائد فإن لها عيوب فهي تمزق اللغة وتفسد جوهرها وتخرج اللغة عن طبيعتها مما يؤدي إلى تمزيق الخبرة اللغوية التي يكتسبها التلاميذ فيكون ذلك من أسباب عجزهم عن استعمال اللغة في المواقف الحيوية استعمالا سليما من جميع الوجوه فنراهم يتعلمون عن اللغة ولكنهم لا يتعلمون اللغة ومن عيوب هذه الطريقة أيضا عدم التعادل في النمو اللغوي فقد نجد بعض المعلمين يهتمون بدرس القواعد ثم يقل اهتمامهم في درس الأدب ثم يضمحل في درس القراءة أو النصوص أو التعبير فلا ينتفع التلاميذ وعندئذ لا يتكافأ نموهم اللغوي في هذه الطريقة أيضا تقل فرص التدريب على استخدام اللغة وتقل فرص التدريب على التعبير على الرغم من أن التعبير هو الثمرة المرجوة من الدراسات اللغوية جميعها هذا المدخل ونظرا للعيوب التي توجد فيه اقترح مدخل آخر هو مدخل التكامل في هذا المدخل اللغة وحدة مترابطة متماسكة وليست فروعا مفرقة مختلفة واجب المعلم في هذا المدخل حين يعلم طلابه اللغة أن ينظر إلى فنونها المختلفة على أنها وحدة متكاملة في التعلم والاستخدام لذلك طريقة الوحدة ترى أن تعليم اللغة يجب أن يكون في مواقف مترابطة متماسكة وأن الأساس في تعليم اللغة هو استخدام نص أو موضوع كامل تدور حوله جميع الدراسات اللغوية يصبح هذا النص هو موضوع القراءة والتعبير والقاعدة النحوية والإملاء والخط هذه الطريقة ترتكز إلى أسس نفسية وأسس تربوية وأسس لغوية فالأسس النفسية لطريقة التكامل أنها تجدد نشاط التلاميذ اللغوي وأنها تبعث فيهم الشوق إلى تعلم اللغة وأنها تثبت لديهم الفهم عن طريق التكرار أيضا فإن من أسسها التربوية أن فيها ربطا وثيقا بين ألوان الدراسات اللغوية كما أنها تضمن نمو اللغة بشكل متعادل ومتوازن لا يطع فيه فن على فن ولا تسبق فيه مهارة أخرى كما أن من الأسس اللغوية لمدخل التكامل أنها تساير الاستعمال الطبيعي للغة كلنا جميعنا يستعمل اللغة بشكل كامل وحدة مترابطة فنحن نستخدم الجمل بصورة سريعة فيها تكامل وترابط نعبر تعبيرا شفهيا أو كتابيا بشكل كامل إذن مدخل التكامل وهو المدخل الذي تبنته اتجاهات تطوير مناهج تعليم اللغة العربية في المملكة العربية السعودية هو المنهج المعمول به الآن والقائم في المدرسة السعودية